سعد اليتيم يحكى أن ملكاً من الملوك العظام رقى قلبه لطفل يتيم التقطع بعض خدمه فأمر بتربيته وضمه إلى أهل بيته واختار له اسماً كي ينادون عوبه فسماه سعد اليتيم كان سعد طفلاً فطناً ظهرت عليه أمارات النجابة والذكاء منذ حداثة سنه فعلمه الملك واعتنى به لما رأاه فيه من إمارات الملوك ولما دنى أجل الملك الكريم أوصى بسعد إلى ابنه وولي عهده من بعده وطلب منه أن يتخذه رجلاً من رجاله وأخذ عليه عهداً بذلك تمتثل الأمير لأمر أبيه الملك ولما مات الملك تولى الأمير العرش وصار هو الملك الجديد ففعل بنصيحة أبيه وقرب سعد اليتيم منه واصطفاه على غيره من رجال الحاشية وأثناء مرور سعد لتفقد الحاشية سمع صوتاً ما فنظر ليتبين الأمر فإذا بجارية من جوار الملك المقربة تفعل فعلاً محرماً وتفسق مع أحد خدم القصر فتوسلت الجارية إلى سعد أن يكتم الخبر ولا يبوح بما رأى وحاولت أن تراوده عن نفسه حتى تضمن صنته وعدم إفشائه لما رأى لكنه رفض وقال لها اتق الله أيها الجارية كيف أغضب الله وأوسيه لمن أحسن إليه وبعدها هم سعد بالانصراف وترك الجارية خلفه على أن يكتم السر إلا أن الجارية اللعوب خافت أن يفشي سعد سرها إلى الملك فيأمر بقطع رأسها لذا وضعت خطة للإيقاع بسعد ولما حضر الملك إلى قصره ذهبت إليه وهي تبكي وتشكي مما فعله بها ذلك الشاب الذي رعاه الملك وقربه منه وقصد عليه أن سعد اليتين رودها عن نفسها وحاول قهرها على ذلك حتى تردخ فلما سمع الملك بذلك غضب أشد الغضب فكيف يتجرأ أحد خدمه على المساس بنسوته وبعدها قرر الملك قتله في الخفاء حتى لا يعلم بنية الملك ويفكر في الهرب والإفلات من العقاب ولأن كل من في المملكة كان يحبه أيضاً وموته إن ذا كان سيشكل جلبة كبيرة لذا أرسل الملك في طلب كبير حدمه وقال له إن بعثت إليك برسول يطلب منك طبقاً به كذا وكذا اقطع رأسه وضعها في الطبق ثم ابعث بها إليه فامتثل الخادم لأمر الملك وقال له سمعاً وطاعةً يا مولاي وفي اليوم التالي استدعى الملك سعد اليتين وأمره أن يذهب إلى كبير الخدم ويطلب منه طبقاً به كذا وكذا فامتثل سعد لأمر الملك وذهب إلى كبير الخدم ولكنه في الطريق وجد بعض الخدم وهم متخاصمين فطلبوا منه أن يحكم بينهم في الأمر فاعتدر منهم وأخبرهم أنه مكلف من قبل الملك بقضاء عمل ما فقالوا له فلتحكم بيننا ونبعث فلاننا الخادم يقضي الأمر عنك حتى تفصل بشأننا فأجابهم سعد ذلك الشاب الأمين إلى ما طلبوا فأرسلوا منهم واحداً كان هو نفسه الشاب الذي رأاه سعد يفسق ويفجر مع الجارية فلما وصل ذلك الحادم إلى كبير الخدم طلب منه الطبق الذي أمر به الملك فأخذه كبير الخدم إلى المكان الذي كان قد أعده لتأدية المهمة وهناك قطع رأسه فجأة ثم وضعها في الطبق وغطاها كي يقدمها إلى الملك لما نظر الملك إلى الطبق وجد به رأساً غير رأس سعد فتعجب من الأمر وأرسل في طلبه ولما امتثل سعد اليتيم بين يديه سأله عن ما فعله حينما أرسله إلى كبير الخدم فقص عليه سعد ما جرى فقال الملك أتعرف لهذا الخادم ذنباً؟ فقال سعد نعم يا مولاي لقد رأيته مع الجارية وقد سألاني أن أكتم الصبر فلما سمع الملك بذلك أمر بقطع رأس الجارية وحمد الله على أنه لم يحدث مكروم لخادمه الأمين سعد اليتيم وعاد لما كان عليه من محبة للفتى وأكرمه وجزل له العطاية وكانت تلك هي مكافأة الوفاء ونهاية الخيانة فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله